طب هتسمعني هتسمعني عماريا اسكندرية؟ عماريا اسكندرية؟ اه ماشي مواصل قام فوشي وعماريا اسكندرية ما لازم نسمة عماريا اسكندرية ومدخلين فيها حاجة تانية برضو هتبعون فاجأة عشان اسكندرية برضو ماشي دوس ماشي موسيقى 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 عماريا اسكندرية موسيقى موسيقى حواليد وناس ودنيا فحوالي سكندرية وليالي المنشدين وفى التاريخ يواكي ويزاحن بالملاك يتعبى في الملاكب وغنى والصيادين يتعبى في الملاكب وغنى والصيادين والدعاني لجدعاني رصة الضرنية بنا مهر للسيادة والمنشية وغنى والدعاني لجدعاني وينفتح التالب والطرفان وإلي عدينا يولى عنا يولى عنا فقر المدخل أبو العباس يا سكندرية أدعاني أدعاني حلوة 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 اسكندرية أدعاني عماريا اسكندرية وبالقاوي برافو عليكم لازم تبقى عماريا اسكندرية فعلا حاجة غريبة أواخير اسكندرية دي مفيش زيها اسكندرية بلد الفن بلد الفن ده بلد كل حاجة اسكندرية بلد الفن والله العظيم وبعدين وبلد الأكل في أكل في اسكندرية كم ده بقى وسامك وموضوع كبير أنا مش مصروي بيروح اسكندرية لا ده أنا قديم أنا صايع في اسكندرية فأنا يعني ممكن أتوهك هناك لو حبيت ده فعلا يعني فاسكندرية أحلى مزيكة ده بجد وسكندرية كانت فيها أجمل مباني في مصر بالكامل لا هي في شراف واد وطبعا ينهر أبيض لا وخش وراء بقى في الحتة بتاعة الحقنية وخش وراء يا خبر أبيض ده الحقنية فيها شوية مباني يا بس بيحتاج أن احنا نزبطها كده وندلعها فترجع لمكال يعني شكلها الحلو بتاع الزمان والأكل حلو والاسكندرية يا شعب يقولك إيه فكه يدمه خفيف ويحب الفن والمزيكة ده القاعدة جنب القلعة دي بالدنيا والله العظيم عماري يا اسكندرية وتروح بقى على أصف ثقافة لنفوشي جنب القلعة عارف والحلقة قابلك وفي هناك سينما الشعب وقدامك فتوح صالح أنا كده قديم قديم صح؟ قديم